كما عرجنا سابقاً ونكمل أن المناطق الصناعية في السودان هي منطقتين منطقة البحر الأحمر وهي منطقة تود أن تنفت الاتفاقيات السابقة كما قلنا في مجال الاستثمار في مجال النفط والغاز والمعادل والثروة السمكية وإقامة مناطق تجارية بمعنى ميناء بورسودان يجب أن تطور الأرصفة في هذا الميناء إلى عدد كبير الآن يتوقع البعض عندما نقول ميناء جدة أو ميناء الحديدة أو ميناء بورسودان أو ميناء بورسعيد أو ميناء لندن الموانئ لا تعرف بقوتها إلا بعد الأرصفة على سبيل المثال الأرصفة أنا أذكرها قبل عشر سنوات في ميناء جدة الإسلامية كانت 56 رصيف انظر للكمية تجارية ملايين الحاويات الآن تتجاوز 74 رصيف الموانئ الأرصفة في ميناء الحديدة أربعة أرصفة وهذا عدد قليل يجب أن تطور ولديه ميناء آخرين ميناء رأس عيسى وصليف ميناء بورسودان قرابة 12 رصيف ولكن هي قليلة مقارنة بما يعول على هذا الميناء أن يصنع مدن اقتصادية استثمار من الداخل إلى الخارج لديه سودان ترجمة نانسي قنقر